اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التقطية الخاصة حول الدور التركي في الغارات الجوية على اليمن حيث أبدت تركيا استعدادها للمشاركة في العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتزم القيامة بزيارة إلى تهران قال إن إيران تحاول الهيمنة على الشرق الأوسط وإن جهودها بدأت تزعج تركيا والدول العربية أردوغان أضاف إن على تهران أن تفهم أنه ليس من الممكن التسامح مع تلك الهيمنة إذن كما هو واضح من تصريحات أردوغان فإن الموقف التركي هو الأكثر حماسة للعملية العسكرية السعودية في اليمن ماذا في خلفية هذا الموقف وما هي أبعاده وهل يمكن أن تشارك تركيا في العملية هذه الأسئلة وغيرها سنترحها على الخبير في الشؤون التركية حسني محلي أهلا بك السيدي الذي ينضم إلينا من إسطنبول السيد محلي أرحب بك من جديد في هذه التغطية وأبدأ بالسؤال عن لماذا هذه الحماسة التركية والإبداد الاستعداد للإنخراط في الغرات السعودية على اليمن وتحديدا على أنصار الله في اليمن أعتقد أن السبب كان يجب أن نراه منذ فترة عندما قام الرئيس التركي بزيارة مفاجئة للمشاركة في تشجيع جنازة الملك عبد الله وبعد ذلك الزيارة الثانية لتهنية الملك سلمان حيث كان واضحا بأن تركيا تريد أن تعود إلى المشروع الإقليمي الذي تسعى لإقامته السعودية من جديد في المنطقة ومن خلال تحقيق المصالحة المصرية التركية التي سبقا تحدثت عنها في لقاءات سابقة على شاشة الميادين تركيا تريد أن تعود إلى المنطقة من جديد بعد أن فشل مشروعها الأول بعد ما يسمى بالربيع العربي واستلام الإخوان المسلمين للسلطة في تونس وليبيا ومصر ولكن سقوط مرسي في مصر وبالتالي صمود الدولة السورية في سوريا أفشل المشروع التركي خاصة بعد أن قامت السعودية بدعم السيسي وإطاحته بمرسي الآن تركيا تسعى لأن تثبت للعاهل السعودي الجديد بأنها فعلا هي حليف استراتيجي للسعودية ضمن كل المشاريع الإقليمية السعودية وبالطبع بالتنسيق والتعاون مع دول الخليج الأخرى هل يمكن القول بأن السياسة التركية الآن هي سياسة جديدة في المنطقة بعد كل الجدل والمقاطعة والحديث والشعور التركي بأنه هو في عزلة هل يمكن قول أنه فعلا تخطى هذه العزلة وعادة من جديد لينطلق من جديد ويكون له ذا وزن إقليمي وعربي يعني لا أستطيع أن أقول هل ستعود بنفس الوزن ولكن هي تحاول أو تسعى من خلال تصريحات الرئيس أردوغان الليلة الماضية فيما يتعلق بإيران لأنه لأول مرة الرئيس أردوغان يهاجم إيران بهذه اللهجة القوية جدا استهدف إيران بشكل واضح جدا وذلك لإرضاء العاهل السعودي سلمان إذا اقتنع السعوديون وحلفائهم في المنطقة وخاصة الرئيس المصري السيسي أيضا بمصداقية الموقف التركي وفعاليتي خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بإيران ولاحقا فيما يتعلق بالعراق وسوريا حينها قد يسمح لتركيا أن تعود من جديد إلى المنطقة ضمن اللعبة أو المؤامرة السعودية الجديدة فيما يتعلق بإيران خاصة أن ما يجرى في اليمن يصادف مباحثات خمسة زايد واحد مع طهران فيما يتعلق بالمرنامج النووي تركيا لأول مرة على لسان الرئيس أردوغان تتخذ هذا الموقف العنيف والواضح والشديد ضد إيران واعتقد أن ذلك يحمد في طيات الكثير من المعاني وأهمها أن تركيا مستعدة للدخول في أي مشروع سعودي إقليمي في المنطقة هذه الجرأة طالما كما ذكرت لأول مرة هذه اللهجة الشديدة ضد إيران من أين للسيد أردوغان هذه الجرأة؟ هل العهد الجديد في السعودية هو الذي أسعفه على الاتجاه بهذا التصريح؟ بهذا الاتجاه؟ الدخول في هذا الاتجاه؟ أعتقد ذلك هذا أحد العوامل بدون شك لأن تركيا بحاجة إلى مساعدات مالية كبيرة جدا جدا وتركيا مقبلة على أزمة اقتصادية ومالية خطيرة خطيرة جدا جدا عشية الانتخابات البرلمانية 7 حزيران يونيو القادم وتركيا تعاني أو أردوغان يعاني من أزمة خطيرة جدا داخل حزب العدالة والتنمية هناك صراع قوي جدا جدا داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم بين جناح الرئيس السابق عبدالله أقول والرئيس الحالي أردوغان وجميع استطلاعات الرأي أثبتت بكل وضوح بأن العدالة والتنمية لن يعود إلى السلطة بمفرده في الانتخابات القادمة وسيحتاج إلى حليف لتشكيل حكومة اتلافية كل هذه الأمور الداخلية أيضا دفعت الرئيس أردوغان لإلهاج الشعب التركي بقضايا إقليمية خارجية خطيرة حتى يثبت نفسه بأنه زعيم قوي وأنه مدعوم من المنطقة وأنه في نهاية المطاف سيحصل على مساعدات مالية ضخمة جدا من قطر والكويت والإمارات والسعودية حقيقة الرأي التركي على المستويين الرسمي والشعبي حيال تصريحات السيد أردوغان وحيال إبداء استعداده للدخول إلى جانب السعودية ضد اليمن يعني معلسف الشديد أردوغان يسيطر على مساحات كبيرة من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية يعني هو يسيطر على 70-80% من وسائل الإعلام التركية كما قلت الخاصة والرسمية فبدون شك والمؤيدون وأتباع أردوغان في الإعلام يكذبون على الشعب التركي باستمرار ويحاولون أن يظهر أردوغان بأنه زعيم قليمي بل وحتى زعيم دولي وبدليل على سبيل المثال بعد تصريحاته ضد إيران الليلة الماضية اتصل أردوغان مع الرئيس الأمريكي أوباما فخرجت جميع وسائل الإعلام التركية المؤيدة له تحت عنوان واحد وقالت الزعيم العالمي أردوغان الزعيم العالمي أو الزعيم الدولي أردوغان وقبل قليل اتصل أردوغان مع الملك سلمان أيضا فيما يتعلق بتطورات اليمن أيضا ضمن هذا المشروع الداخلي لضخص سمعة جديدة لأردوغان بعد كما قلت فشل مشروعه في السلطنة والخلافة الإسلامية بسقوط مرسي في مصر وصمود الدولة السورية في سوريا وعدائه للرئيس المصري السيسي سيد محلي انطلاقا مما تفضلت به وذكرت منذ قليل بأن تركيا مستعدة للدخول بما معناه إلى الحد الأقصى إلى جانب الخليج إلى جانب السعودية إذا معلمنا بأن السياسة الخليجية معروفة تجاه الإخوان المسلمين هل لأردوغان مستعد أيضا أن يدخل حتى ولو كان الأمر ضد الإخوان في مناطق أخرى في بلاد أخرى يعني أردوغان معروف عنه بأنه براكماتي إلى أبعد الحدود هو مستعد للدخول في أي شيء جديد أي طريق جديد طالما أن هذا الطريق سيضمن له بقاء في السلطة وسيضمن لحزب العدالة والتنمية البقاء في السلطة يعني كما قلت قبل قليل ما قاله أردوغان عن إيران أنا أرى فيه تحول استراتيجي وخطير في الموقف التركي الإقليمي لحساب السعودية ولحساب دول الخليج التي تتآمر على اليمن كما تأمرت في الماضي على سوريا والعراق وتأمرت على ليبيا حيثا الغريب أن هناك يقولون أن في اليمن شيعة وفي سوريا علويين وإيران علوية والعراق شيعة في ليبيا لا يوجد علوي ولا يوجد شيعي ولا يوجد مسيحي ولا يوجد أزيدي ولا يوجد درزي ولا يوجد أي شيء آخر هم سنة مئة بالمئة إذن لماذا دمروا ليبيا تركيا وقطار تؤيد الجماعات الإسلامية المتطرفة في ليبيا مصر والإمارات تضرب الجماعات الإسلامية في ليبيا هذا الموضوع ليس موضوع سنة والشيعة وهذا الكلام السخيف هذا مشروع سعودي تآمري على المنطقة السعودية منذ أن التقى الملك عبد العزيز منذ أن التقى الملك عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي روزويلد في الرابع عشر من فبراير شباط 1945 والسعودية تتحمل أدوار تآمرية خطيرة على المنطقة بأكملها ليس هو المهم الشيعة في عام 1962 عندما قامت الثورة اليمنية عبد الله سلال وهرب ملك السعودية الإمام البدر الإمام البدر كان شيعيا كان زيديا هرب إلى السعودية والسعودية تآمرت مع الشاه إيران في 1962 شاه إيران كان شيعيا ضد اليمن وضد عبد الناصر السعودية تآمرت مع بريطانيا مع الأردن مع شاه إيران الشيعي مع الإمام البدر اليمني الشيعي أو الزيدي وتآمرت حتى مع إسرائيل حتى مع إسرائيل عام 1962 ضد مصر وتدخلها في اليمن إذن الشعارات الشيعية والسنية والزيدية هذا كلام أعتقد أن تسعى السعودية من خلاله لتسويق تآمرها الخطير مع حلافائها الإقليميين ضد شعوب المنطقة دمرت العراق دمرت سوريا دمرت اليمن دمرت ليبيا ليبيا كما أقول ليس فيها الشيعة وليس فيها السنة وليس فيها علويين وليس فيها شيء آخر هذا مشروع خطير جدا جدا منذ 1945 والسعودية والعائلة السعودية تسعى من خلاله هذه المؤامرات لتدمير المنطقة بأكملها خدمة خدمة للمشروع الإسرائيلي فقط دكتور حينة يقول وزير الخارجية محمد جواد ضريف يصف تصريحات السيد أردوغان بأنها تأتي لإخفاء استراتيجية هذه الاستراتيجية كيف يمكن لسيد أردوغان أن يتحدث بهذا الكلام بهذه اللهجة بهذه النبرة قبيل زيارته إلى طهران وهو دائما ودائما أصلا كان بين طهران وبين أنقرة هناك غزل متبادل بأحسن العلاقات وبأفضل العلاقات حتى على المستوى السياسي رغم الأزمة السورية التي أوجدت خلافا بين الفريقين بين الطرفين أنا أعتقد أنه سيلغي الزيارة إلى طهران لأنه كما قلت من خلال تصريحاته هذه يسعى لإثبات مصداقيته هو سيلغي الزيارة أو سيأتيه الرد بأنه غير مرحب به كلا الكلامان صحيحان أعتقد بدون شك سيكون هناك موقف سعودي واضح في هذا أفواً إيراني واضح في هذا الموضوع ضد تركيا بالمقابل تركيا أنا أعتقد لن تتراجع في هذا الموضوع أو أردوغان لن يتراجع في هذا الموضوع في موضوع التحالف مع السعودية وإبداء رغبة واستعداد تركيا للدخول في أي مشروع إقليمي جديد يخدم المؤامرات السعودية كما قلت قبل قليل ويجب أن نتذكر ما شهدته تركيا لخلال الأسبوعين الماضين أو خلال الشهر الماضي عندما استقال رئيس جهاز المخابرات التركي وقال بأنه سيترشح للبرلمات ثم ضغط عليه وعاد إلى منصبه وهي ظاهرة لم تشهدها تركيا أبدا منذ تأسيس الجمهورية التركية أنا أعتقد بأن استقالة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان والضغط عليه للعودة إلى منصبه من قبل أردوغان هو أيضا ضمن هذا المشروع ربما هاكان فيدان رأى ما تعيشه المنطقة الآن ربما لأنه كان يعرف بأن هناك مخطط سعودي ضد اليمن ربما كان هو ضد هذا المشروع ولا يريد أن يتورط فيه نعم دكتور للخارجية التركية يبدو أن هناك فعلا أنقرة كانت على علم بحسب الخارجية التركية يقال بأن السعودية أطلعت أنقرة على العملية المقصود بها على العملية السعودية على اليمن وترى أنها تستعيد السلطة الشرعية وتمنع خطر الإرهاب هل فعلا هذه العمليات يمكن لها أن تستعيد السلطة الشرعية في اليمن وتمنع خطر الإرهاب هل فعلا أنقرة مقتنعة بهذا الكلام أي إرهاب يعني من هم الإرهابيين يعني القاعدة أليست إرهاب الموجودة في اليمن الجماعات بين قوسين الإسلامية المتطرفة الموجودة في اليمن أليست هي جماعات إرهابية وفق التصنيف السعودي وليست تصنيف حسن محلي الأخوان المسلمين في اليمن أليس هم إرهاب وفق التصنيف السعودي ووفق التصنيف المصري ووفق التصنيف الإماراتي والبحراني وغيره أليس هؤلاء هم الإرهاب؟ والمفارقة دكتور نعم هل جماعة الحوثي وحلفائهم هم إرهاب؟ المفارقة بأن تركيا لم تنضم إلى جانب التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا والعراق هذه مفارقة لكنها ذهبت إلى اليمن أو تريد الذهاب إلى اليمن نعم هذا ما كنت أريد أن أكمل الجملة يعني تركيا تدعم الإخوان المسلمين وتتحالف معهم السعودية ضد الإخوان المسلمين وتقول عليهم إرهاب مصر تحارب الإخوان المسلمين وتقول عليهم إرهاب الآن مصر والسعودية وتركيا ضد القوى الشعبية بأكملها من حوسيين وجنوبيين والحراق الشعبي وغيره في اليمن هؤلاء هم الشعب اليمني والآخرون هم الآن الثورة يعني القاعدة الإخوان المسلمين التيارات الإسلامية المتطرفة بما يفيهم الإخوان المسلمين هؤلاء كلهم أصبحوا الشعب اليمني والآخرون إرهاب يعني هذه هي المفارقات كما قلت المفارقة فيما يتعلق بأن تركيا لها علاقة مع الرئيس السابق طارق الهاشمي العراقي لها علاقة مع سيل النجيفي الذي سلم مدينة الموصل لداعش تركيا لها علاقة مع جميع القبائل والعشائر السنية التي تتحالف مع داعش في الرمادي والموصل والأنبار وتكريت وغيرها وبالمقابل تركيا تدعم كما قلت قبل قليل التيارات الإسلامية المتطرفة في ليبيا وهناك مصر التي خرجت أو الرئيس السيسي الذي خرج أمامنا في الحملة الانتخابية وقال بأنه عبد الناصر جديد الآن يتآمر مع السعودية ضد الشعب اليمني ألا يتذكر الرئيس السيسي ألا يتذكر كيف أن الرئيس المصري عبد الناصر الرئيس الراحل ضحى بالشعب المصري والجيش المصري في سبيل حماية اليمن التي بوابة البوابة الجنوبية للبحر الأحمر لإغلاق باب المندب ضد إسرائيل والخنق إسرائيل الآن السعودية تتآمر لإقناع السيسي بأن ينسى كل تاريخ مصر المجيد وتاريخ مصر عبد الناصر المجيد الذي طرد أكبر قاعدة بريطانية في عدن في عام ستين الآن السعودية تحاول أن تقنى الرئيس السيسي عبد الناصر الجديد بأن يتآمر على الشعب اليمني هذه المفارقات كلها مفارقات مع الأسف في هذه المنطقة وماذا عن العلاقة بين تركيا أردغان ومصر السيسي كيف يمكن لنا أن نفهم هذا الوقوف جنبا إلى جنب ضد اليمن والله يشوفي إذا نجحت السعودية ومعها قطر ومعها الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتصال أردغان وأوباما ليلة أمس واليوم صباحا أردغان مع العائل السعودي إذا نجحت هذه التحركات في تحقيق المصالحة المصرية التركية سوف لا نجد أي كلمة نقول عنها للرئيس السيسي سينسى السيسي كل ما قاله أردغان عنه إذا نسى فهناك مشكلة هناك مشكلة بالنسبة للنظام المصري بالنسبة للشعب المصري بالنسبة للتيار والقوى المصرية القومية المصرية بأكملها التي كانت دائما أم الدنيا كما يقال إذا كانت مصر قبلت وعادت للمصالحة مع أردغان والتركية فإذا هناك مشروع إقليمي تآمري خطير جدا جدا في المنطقة والمنطقة ستدخل في دوامة من المؤامرات والحروب والمشاكل ولا يمكن لأحد أن يتصدى لها لا الشعب المصري ولا السوري ولا السعودي السعودية ستدمر المنطقة أقولها بكل صراحة السعودية همها الوحيد ودورها الوحيد في المنطقة منذ هذه العائلة أن خلقت في عام 1747 مع التحالف مع المذهب الوهابي هذا النظام السعودي يتآمر على جميع قضايا الأمة العربية والإسلامية ليس فقط العرب لا يمكن القول بأنها عاصفة حزم بقدر ما هي عاصفة استراتيجية فعلا لكن من خلال ما تفضلت به دكتور نلاحظ بأن أنت رفضت الاستفاف المذهبي أو الديني بما معناه هلال سني مقابل هلال شيعي كما أطلقه الملك عبدالله الثاني وأسمها الهلال الشيعي أنت رفضت هذا التصنيف ما مصلحة السعودية في تدمير المنطقة أنا أعقب على ما تفضلت به ولماذا الآن الظاهرة التأمورية السعودية هي ظاهرة جينية ظاهرة جينية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من الناحية الباتولوجية لجسم الإنسان الظاهرة التأمورية في جميع أدمغة وعقول وقلوب ووجدان وإذا كان هناك وجدان بالطبع العائلة السعودية الحكام السعوديين خلايا تأمورية بالمفهوم الطبي هذا هو السبب لا نستطيع أن نبحث عن أسباب أخرى لا نريد أن نعود إلى الماضي الكثير كما قلت قبل قليل هم تأمروا مع الشاه هم تأمروا مع الشاه تركيا تأمرت مع الشاه للفترة 50 إلى 60 ضد الأمة العربية حلف بغداد التأمر على سوريا التأمر على بغداد الإنزال البحري الأمريكي من تركيا إلى لبنان في 58 في 58 في الأردن كل هذه المؤامرات الشاه كان الشيعيا الشاه كان الشيعيا لماذا لم يقل أن ذلك أحد بأن الشاه شيعي طيب الهدف هو مخطط تدميري كما تفضلت به ماذا بعد اليمن يعني هل الأمر إذا كان هكذا وانتحدث عن استراتيجية ورؤية تدميرية هذا لا يعني أن الأمر سيقتصر على اليمن وأنما سيمتد إلى دول أخرى ما هي هذه الدول وكيف أنا رأيي الشخصي أتمنى أن لا يكون ذلك وأتمنى أن أخطئ أنا أعتقد بعد اليمن سيأتون إلى لبنان بعد اليمن سيأتون إلى لبنان بعد اللبنان سيأتون لماذا هم دفعوا مليارات الدولارات للسيسي حتى يمنع السيسي من التقارب مع سوريا والعراق وإيران لصد هذا المشروع السعودي الخطير هددوا السيسي وقالوا له بأنه إذا أنت لم تدخل معنا في هذا التحالق فسوف ندمر مصر أيضا دكتور هذه معلومات أم تحليل؟ هذا هو المشروع لا لا هذه معلومات هذه معلومات أنا لا أحلل هكذا إلا بدون معنوجه والذين يعرفونني كم أنا أتحدث امطلاقا من المعلومات نعم يعني من يستطيع أن يفسر لنا هذه الظاهرة باكستان النواع الشريف الذي تربى على أحضان السعوديين يتآمر ضد الشعب اليمني ويدخل في تحالفات مع السعوديين في حين هو الذي يقاتل طالبان والسنة طالبان سنة والقاعدة سنة في باكستان وأفغانستان بآخي إذا كان تحالف سني أنتم تدمرون بعضكم بعضا أيها السنة يعني في مصر سنة في ليبيا سنة السودان كلها سنة نعم بعد اليمن لبنان من المستهدف في لبنان؟ أنا أعتقد لبنان المستهدف في لبنان هو المقاومة بدون شك حزب الله يعني هم يقولون على الحسيين إرهاب وهم يقولون عن حزب الله إرهاب وهم يقولون عن حافظ بشار الأسد إرهاب يعني قبل ثلاثة أيام فجأة سعد الحريري كان في إسطنبول فجأة يعني هذا أيضا ضمن المشروع الذي نراه الآن في اليمن قبل يومين عفوا نعتقد يعني قبل ثلاثة يعني هذا اليوم يعني إذن هناك مؤامرات خطيرة تركيا استضافت خلال السنوات الماضية أو سنتين الماضية بعد ما يسمى بالربيع العربي استضافت جميع جميع القيادات بين قوسين الموالية لأمريكا في تركيا يعني من من الحريري سعد الحريري للسينيورا إلى حتى جاجع حتى جاجع وليد جنبلاط جاء تركيا سرا أكثر من مرة وجاجع جاء تركيا أكثر من مرة وغير من هذه الفئات الذين جاءوا إلى تركيا وكتب الإعلام التركي عنهم بأنهم كانوا في صفقات مالية وغير مالية وغير من هذا الكلام ولماذا ذهب الكل إلى تركيا؟ لأن تركيا كانت تريد من خلال ميساهم بالربيع العربي أن تقنع هؤلاء بأنها قادمة إلى سوريا وأن الرئيس أردوغان سيصلي في الجامعة الأموي ويصبح خليفة للمسلمين ولبنان بوجهه الجديد سيكون شريك استراتيجي لتركيا وكما هو الحال بالنسبة للأردن الملك الأردني يجب أن لا ننساه لأنه له باع طويل في التآمرات على سوريا والمنطقة ولبنان والأردن والعراق والغريب في المنطوق عندما نتحدث عن المفارقات جد الملك عبد الله الحالي هو الذي تآمر على الدولة العثمانية هو الذي قام ما يسمى بالثورة العربية والآن هذه الثورة العربية تحولت إلى ثورة عربية مضادة للقضاء على المنطقة بالتحالف مع السعودية علما أن العائلة الهاشمية العائلة الهاشمية والعائلة السعودية كانت تتقاتلان في السعودية وفرقت بينهما بريطانيا وعطت دولة الحجاز للسعوديين وأنشأت دولة جديدة ما يسمى بالأردن وعطتها للعائلة الهاشمية حتى تكون حماية حماية لدولة إسرائيل التي أسست سبع أربعين دكتور محلي ابقى معنا سنتوقف مع فاصل مشاهدين الكرام وسنعود إلى هذه التغطية حول دور تركيا في الغارات السعودية على اليمن من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام كما أرحب بضيفي من إسطنبول دكتور حسني محلي الخبير في الشؤون التركية معنا مباشرة من إسطنبول دكتور كنت تتحدث قبل الفاصل عن أن الأمور ستمتد إلى خارج اليمن وأنت تتوقع في لبنان وفي سوريا على أي طابع أو أي مشاكل ستتخذها هذه التدخلات في الداخل اللبناني مثلا يعني ألا يشهد لبنان ما يكفيه من المشاكل فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية النصرة وداعش وغيرها من هذه الجماعات التي فعلت ما فعلته في لبنان من عمليات انتحارية وخطف للجنود اللبنانيين والقيام بالتفجيرات وبالتالي تشكيل خلايا سرية نائمة استعدادا للقيام بما سيقال أو سيناط لها من قبل السعودية والمخابرات السعودية خلال المرحلة القادمة يعني حتى مع احترامي لسيد وليد جمبلات تصريحاتي أمس فيما يتعلق بالتدخل السعودي في اليمن أيضا هو جزء من هذا التحليل الذي أقول عنه أي هناك أطراف في لبنان معلسة في الشديد ترحب بأي تآمر سعودي ضد الشعب اللبناني هذه هي المشكلة يعني السعودية لا تستطيع أن تفعل شيء لو أنها لم تجد من تدفع له ومن تشتري ضميره ومن تسخره خدمة لمشاريعها في أي بلد عربي ليس فقط في لبنان في كافة أنحاء في سوريا ولا مصر ولا ليبيا والسودان وغيرها دكتور كيف يمكن لنا أن نفهم كل ما يجري من هذا الاستفاف أو هذا التحالف الجديد هذه الاستراتيجية الجديدة في المنطقة مقابل يحكى عن اتفاق أو قرب توقيع اتفاق الأمريكي الإيراني يعني عن أي يعني السعودية هي الحليف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية هل ما يجري وما سيجري في المنطقة هو سيكون بمباركة أمريكية أم أنه هو لإلهاء المنطقة والحلفاء التقليديين من أجل تمرير هذا الاتفاق يعني عن أي سيناريو نتحدث يعني نتحدث عن سيناريو واحد أعتقد واضح جدا 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 كما قلت قبل قليل أن السعودية ومن معها في المنطقة لا يخدمون إلا المشروع الإسرائيلي هذا واضح جدا جدا يعني هم يقولون بأن إيران ستملك السلاح النووي وأن ذلك خطير على أمنها واستقرارها لكن يا أخي إسرائيل تملك ما يكفيها من الأسلحة النووية والصواريخ والدبابات أليست إسرائيل خطر على السعودية هي إيران فقط خطر على السعودية عندما كان الشاء في إيران إيران كانت حليف للسعودية يعني الآن كما قلت أنت التوقيت في بداية الحديث عندما قلت أن التوقيت الزمني مهم من الذي يسعى لعرقلة الاتفاق النووي إسرائيل بالدرجة الأولى نتنياهو ذهب إلى الكونغرس الأمريكي وقامت القيامة في الكونغرس الأمريكي وبعثوا برسائل تهديدية الرئيس أوباما إسرائيل اتصلت مع رئيس الفرنسي أولاند مع رئيس الوزراء كاميرون البريطاني وقالت بأنه إذا اتفقوا مع إيران فأن اللوبي اليهودي سيقيم الدنيا ويقعدها في هذه الدول وهددت كل هذه الدول هذا هو المشروع فقط يعني كل هؤلاء نعم اسمحني حيننا نتحدث أنه هو صب في مصلحة إسرائيل ما الفارق بين السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية في المنطقة كلها تدمر المنطقة كلها دمرت العالم العربي كلها تسعى لمصالحها وهل ما تفعله السعودية الآن هل يمكن القول أنه هو من أجل فرض أو إملاء شروط جديدة على إيران رغبة منها في عرقلات أو وضع إيران في مكان ما يجبرها على التزام بشروط معينة في الاتفاق النووي يعني أعتقد يجب أن نبحث عن جواب لهذا السؤال في عقلية الرئيس أوباما وفي شخصية الرئيس أوباما وفي تفتير رئيس أوباما يعني الرئيس أوباما عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي أنا أذكر قرأته له الكثير من المقالات في مجلة مجلس الشيوخ عندما وصف السعودية والعائلة السعودية والحكام في السعودية والخليج بأنهم عقلية متحجرة من القرون الوسطى عندما جاء إلى السلطة بدون شك اضطر لتغيير موقفه وزارة السعودية وفي طريقه إلى القاهرة عندما ألقى خطابه المعروف في عام 2009 في ستة حزيران 2009 وجاءها من السعودية بدون شك الرئيس أوباما يريد أن ينهي فترة حكمها الثانية بانتصار ما وهو يعرف جيدا بأن هذه العائلة الحاكمة في السعودية ودول الخليج هي عائلات سخيفة وعقليات متحجرة متخلفة لا تتفق مع أفكاري هو شخصيا هو شخصيا وليس مع النظام الأمريكي والسيستم الأمريكي يجب أن لا ننسى هناك اللوبي أمريكي أفوان إسرائيلي في أمريكا وهناك الـ CIA وهناك البنتاجون ودارة الدفاع هناك الخارجية هناك موازين قوة مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية السعودية أحست ودول الخليج وأمراه وشيوخ الخليج أحست بأن أوباما لا ينظر إلى هذه النماذج نظرة منطقية عقلية إيجابية إنسانية فهم يحاولون أن يقنوا السيستم الأمريكي النظام الأمريكي بأنهم في خدمة الولايات المتحدة وإذا اضطروا في خدمة اللوبي اليهودي وفي خدمة إسرائيل مقابل ضمان استمرار الدعم والتحالف الأمريكي مع هذه الأنظمة الرجعية لأنهم نعود إلى البداية لأنه في حال تم التوقيع على اتفاقية النووي بين 5 زائد 1 مع إيران فإيران ستحقق انتصارا استراتيجيا في المنطقة على حساب السعودية ودول الخليج والتركية وغيرها من هذه حتى باكستان وغيرها من هذه لأنه سيرفع الحصار عن إيران هذا انتصار للشعب الإيراني سيرفع من معنويات الشعب الإيراني الشعب الإيراني سيقف إلى جانب الدولة الإيرانية والرئيس الروحاني حينها سيكون هناك مرحلة جديدة في الحوار وربما في التحالف في التحالف ليس بالمفهوم العسكري بل بالتحالف الفكري الإدولوجي بين إيران الجديدة والمنظومة الغربية خاصة في هذه المرحلة التي يعيش فيها العالم ما يكفيه من المشاكل طيب دكتور قبل قليل أعلن وزير الخارجية التركي تأجيل إطلاق مشروع تدريب المعارضة السورية هل لأذى الأمر له علاقات بما يجري الآن ومن التقارب التركي السعودي هذا ليس صحيح ما جرى في هذا الموضوع ليس هو التأجيل حتى البريطانيين أرسلوا 25 من الضباط الآن موجودين في تركيا بريطانيا أرسلت بريطانيا بدأت تبحث البعض من التفاصيل فيما يتعلق بتدريب هذه المعارضة المشكلة أن تركيا تقول لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأن ما يسمى بالمعارضة المعتدلة يجب أن تضم أكثر من 50% من التركمان من التركمان السوريين الذين هم شكلوا تنظيمات مسلحة والآن يقاتلون في سوريا ضد الدولة السورية بدعم من الدولة التركية والمخابرات التركية هذا أولا ثانيا أنقرة أو الرئيس أردوغان يقول لأوباما أن هذه ما يسمى بالمعارضة المعتدلة ستقاتل داعش متى؟ الله يعلم ولكن علي أن تقاتل النظام أيضا النظام السوري هذا هو نقطة الخلافة الرئيسية بين الطرفين ولكن في المبدأ هم متفقون في هذا الموضوع على كل تصريحات وزير الخارجية التركية جاءت في مع مقابلة لان تيفي التركية طيب هل يمكن القولة هناك تصريحات عفوا الوزير ورئيس الوزراء داود دغل والرئيس أردوغان هم يصرحون كل يوم وكل هذه التصريحات تتنقط فيما بينها وكالات الأنباء تنقل بعض التصريحات أو بعض جمل أو حتى فقرات من هذه التصريحات وتنسى جوهر هذه التصريحات ولكن نحن هنا مقيمون في تركيا ونعرف أن هذا الكلام غير جدي فيما يتعلق بتدريب المعارضة السورية والتدخل التركي حتى تدريب البشملقة الكردية تدريب الفصائل السنية في العراق هذا أيضا وارد ومستمر وهو الآن مستمر بشكل جدي في العراق مهم هذا التوضيح طيب دكتور السيد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي في إيران قال في تصريح لافت يقول أنه هذه النار سترتد على السعودية لأن الحرب لن تنحسر في مكان واحد فقط هل يمكن القول أمام هكذا تصريح وهكذا كلام إيراني تهديد إيراني هل يمكن القول أن السعودية أقدمت على مغامرة ولم تدرك تداعيات ما أقدمت عليه يعني السعودية دائما تقدم على مغامرات ولكن ما تملكه من النفط والأموال والدولارات ومليارات الدولارات مع هلفاء في المنطقة تنقذها في آخر لحظة هي تشتري ما تشاء من السياسيين والساسة في المنطقة وحتى في الخارج وتشتري الإعلام وتشتري 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 هي دائما في مازق بصراحة الآن أنا أعتقد بأن الموقف السعودي في اليمن أو ما تقوم به السعودية في اليمن هناك مئات الألاف والملايين من اليمنيين في السعودية يعني من أصل يمني الجميع يعرف أن الشعب اليمني أن الشعب اليمني لا ولن يركع ولن يخضع لأي استبزاز سعودي الشعب اليمني معروف عنه كم هو عنيد القوى العثمانية الدولة العثمانية دخلت كل الدول العربية باستثناء اليمن هناك أغاني في الثقافة التركية تتحدث عن اليمن وعن صمود الشعب اليمني يعني ألم تستخلص السعودية على الأقل هذا الدرس العثماني من تجربة اليمن يعني هذا الغباء السعودي أعود وأقول لا يهم الغباء مهما كان الثمن المهم هم يبقون في السلطة وهم يدمرون المنطقة هذا كل ما يفكرون به وحتى إن ورطوا السعودية ورطوا دول الخليج يجب أن لا ننسى هناك صراع وهناك منافسة وهناك حرب بين العائلة السعودية والعائلة القطرية بين الشيخ حمد وبين الملك عبدالله في الماضي والآن بين سلمان وتميم وكذلك مع البحرين والكويت وغيرهم من الأنظمة الخليجية أيضا طيب هذا الاستفاف الاقليمي الجاري على خلفية استفاف الأزمة اليمنية هل يمكن أن يؤدي إلى حوار أو إلى استضام يعني ماذا بعد اليمن ماذا بعد الغارات السعودية على اليمن يعني أولا يجب أن نعرف بأنه مهما كانت التكتيكات اللاحقة يعني اعتبارا من اليوم مساعي روسيا لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن إعادة هذه إلى صنعة تحالف جديد تشكيل جيش تشكيل جيش عربي هي هذا الغباء أنتم لم تشكلوا هذا الجيش وحتى نوات هذا الجيش ضد إسرائيل والآن تشكلون هذا الجيش ضد الشعب اليمني قوة عربية مشتركة هذا يكفي نعم قوة عربية مشتركة هذا يكفي كم هم أغبياء وكم هم خونا من يفكرون بهذا الأسلوب يعني الآن مهما كانت التكتيكات في المرحلة اللاحقة فيما يتعلق باليمن أنا أعتقد بأنها ستبقى في إطار التكتيكات لأن العقلية السعودية ستستمر في التآمر إلى تحقيق الحلم الأكبر الهيمنة على المنطقة السعودية ستهيمنة يا أخي أنت كيف تسيطر على المنطقة يا أيها الأشقاء السعوديين الشعب السعودي شعب عظيم ولكن هؤلاء الذين يحكمون السعودية كيف ستستمر ما هي ثقافة الإسرة السعودية الحاكمة الحضارات تكون بالثقافات والتاريخ كيف ستكون طالما هناك هذا الاستفاف كيف ستكون المواجهة أو الرد هل سيكون هناك تحالف وهو طالما التحالف ارتسم منذ الأزمة السورية والأزمة العراقية نتحدث عن العراق نتحدث عن سوريا نتحدث عن دبنان تحديدا حزب الله إلى جانب إيران على مستوى دولي أيضا روسيا والصين طيب هذا الحلف الآخر كيف سيتعاطى مع هذا الحلف المستجد إن صح التعبير والله أتمنى أن أكون خاطئا أتمنى أن أكون خاطئا لأن الصورة قاتمة جدا إذا تحققت المصالحة المصرية التركية برضى ومباركة ووساطة سعودية وقطرية فالمنطقة مقبلة على مرحلة خطيرة جدا أعتقد بأن هذه الكلمات واضحة جدا جدا خطيرة كيف طيب خطيرة كيف نعم نعم سأقول كيف سيكون هناك تآمر جديد في العراق سيكون هناك حرب جديدة في سوريا سيكون هناك دعم جديد للنصرة وداعش والجيش الحر والعصابات الموجودة في سوريا بالكامل بكافة أنواع الأسلحة كما حصل في درعة من قبل المخابرات الأردنية والإسرائيلية والسعودية الأسبوع الماضي سيكون هناك تحرك جديد يعني أنه نحن أمام حرب عالمية ثالثة لكن بشكل جديد بحرب إقليمية نصح التعبير أكثر نعم ما لسه بالشديد بحرب إقليمية نعم ما لسه بالشديد بحرب إقليمية تتبنها السعودية كما تبنت الحروب السابقة الحرب الإيرانية العراقية حرب الكويت اليمن ليبيا وغير من هذه الحروب الإقليمية التي عشناها في السابق وكذلك تمرد الإخوان المسلمين في سوريا في الثمانينات وغير من هذه الأمور الحرب التوغل الإسرائيلي في لبنان عام 82 صبرة وشتلة وغير من هذه الأمور كلها وراءها السعودية كل هذه المؤامرات كانت وراءها السعودية بشكل بآخر نعم هناك مرحلة خطيرة جدا جدا أعود وأقول مهما كانت التكتيكات التي سنرىها مستقبلا سعودية لن تتخلى عن هذا النهج التام لا يمكن أن تتخلى خاصة إذا نجحت في تحقيق المصالحة المصرية التركية فالمنطقة مقبلة على مشروع وكأنه نقطة التحول هي المصالحة المصرية التركية أكثر من مرة ذكرت هذا الأمر وحذرت وكأنك بحذر من خطورة المرحلة القادمة التي جئنا بها إلى هذه النقطة الآن وأذكر في كل البرامج السابقة خلال الشهر الماضي أننا حذرت وقلت وأكدت بأن مصالحة المصرية التركية بوساطة سعودية قطرية ستفتح طريق جديد ومجرى جديد للأحداث في المنطقة ولكن هذا الطريق سيكون مظلما وخطيرا جدا جدا وبدليل أن ما قاله في بداية الحديث عندما قلنا بأن ما قاله الرئيس أردغان ضد إيران لأول مرة أنا أراه بهذا الشدة والوضوح والتهديدات يحمل في طياته بعض العبارات التهديدية وفق اللغة التركية هذا ما أقوله أعتقد بأن هذا يعكس ويعطي بعض الإشارات بأن هناك مصالحة قريبة بين مصر وتركيا وأتمنى أن لا يكون الرئيس السيسي على هذا المستوى دكتور ما هي المعطيات والمعلومات لديك حول هذه المصالحة طالما أنت ذكرتها في أكثر من مرة وكيف لها أن تنجح المصالحة بين القاهرة وأنقرة في وقت لم تنجح بين القاهرة والدوحة والله كما يقول المسأل هنا في تركيا يقول بأن ترجمتها ربما قد تكون صعبة ولكن في نهاية المصالح هي النقود الفلوس يعني عندما تكون المبالغ المدفوعة كبيرة جدا جدا حينها لا مشكلة في هذا الموضوع لأنه ليس هناك أي منطق المبالغ أو أنه مصلحة السعودية بالتقارب المصري التركي أكثر من أنه يكون قطر لأنه هناك يعني العلاقة بين قطر والسعودية معروفة ومعروف أنه هذه الحساسية بين البلدين لا لا ما أقصده بالنسبة لتركيا بالنسبة لتركيا بالنسبة لتركيا لأنه ليس هناك أي منطق يفسر لنا ما تفعله تركيا أو أردوغان الآن في المنطقة يعني هو خيال أن يكون سلطان أو يكون خليفة في المنطقة عبر الربيع العربي وهذا الخيال انتهى إذن لماذا أنت تركيا تدخل في مثل هذه التحالفات مع السعودية دولة رجعية والسعودية والعائلة السعودية كما قلت قبل قليل تمردت على الدولة العثمانية وتكره تركيا وتكره الأتراك والجمهورية التركية والعلمانية وغير من هذه الأمور إذن لماذا التركيا تدخل في هذه التحالفات مع دولة رجعية متخلفة كالسعودية هذا لا يعليق بتركيا على الأقل وفق ما نراه ونكتبه ونسمعه في الأوساط الشعبية والإعلام والسياسة التركية هناك تفسير واحد الوسائل الإعلام التركية كتبت وأثبتت العلاقات المالية الكبيرة والضخمة جدا جدا الشخصية بين العائلة السعودية والقيادات التركية وكذلك القطرية والقيادات التركية لأننا نعرف جميعا بأن قطر والسعودية ومع الكويت وأحيانا الدول الخليجية أخرى دفعت لتركيا مليارات الدولارات يعني مليارات كما تشائينها كبري الرقم مثل ما بدك خلالها عملية تدمير سوريا دعم ما يسمى بداعش والنصرة والجماعات الإرهابية تركيا مستفيدة من هذا الوضع نعم مستفيدة اقتصاديا وماليا على المستوى الشخصي على المستوى الحكومي والرسمي والسياسي وبالتالي على مستوى الدولة لأن تركيا فعلا مستفيدة من كل مشاكل المنطقة نعم في حال استمرت هذه الحملة أو الغراط على السعودية على اليمن هل يمكن أن نشهد أن تركيا ستنضم فعلا وسنشاهد الطائرات التركية على سبيل المثال تحلق في سماء اليمن يعني إذا جاءت أي دعوة من القمة العربية نحن نذكر بأن عندما كانت علاقات تركيا مع الدول المنطقة وخاصة سوريا تركيا دعيت لأول مرة عام 2008 إلى القمة العربية في الخرطوم وبعد ذلك دعيت إلى القمة العربية عام 2011 في سيرت في ليبيا وأنا كنت في كلا القمتين مع الرئيس أردغان آنذاك إذا جاءت هناك أي إشارة أي إشارة من القمة العربية للرئيس أردغان للدخول في مثل هذا التحالف فعلا عمليا أقصد يعني فتركيا لن تتردى طيب هل يمكن القول قوام كل ما يجري الآن في المنطقة من حرب إقليمية ثالثة كما تفضلت به قوام الحرب الإيرانية السعودية هكذا هم يفكرون السعوديون يعني إيران لا تفكر بهذه الصيغة ولا تفكر بهذا الشكل لنكن صريحين يعني هم يتحدثون عن الهلال الشيعي وعن الهلال العلوي وغير من هذه السخافات أين سيكون هذا الهلال؟ كيف سيكون هذا الهلال عمليا؟ قد لا يكون هلال لكن لا يقفى على أحد نفوذ إيران في سوريا نفوذ إيران في العراق نفوذ إيران في لبنان أيضا نفوذها في اليمن هذا الأمر يزعج ويقنق الخليج بشكل خاص هذا أعتقد ملاحظة مهمة جدا النفوذ الإيراني في سوريا مئة دولة مئة دولة اجتمعت في إسطنبول في عام 2012 في إبريل 2012 وتآمرت على سوريا ما يسمى بمجموعة أصدقاء سوريا وقالت واتخذت قرار أنا كنت هناك وقالوا واتخذوا قرار بدعم الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا مئة دولة كانت مشاركة في المنطقة يعني مئة دولة تتدخل في سوريا لتدمر سوريا وليسقاط النظام في سوريا ولتقتل الشعب السوري لا يقول أحد بأن هؤلاء خطر على المنطقة بل عندما إيران تقف إلى جانب الشعب السوري والنظام السوري والرئيس الأسات هذا خطر حزب الله ماذا فعل حزب الله في لبنان هل فعل أي شيء في لبنان حزب الله هي مقاومة تقاتل ضد إسرائيل يعني لماذا يشكل خطر هل هم محاموا إسرائيل في لبنان السعودية ومن معها هل هم يدافعون عن إسرائيل هم فعلوا ذلك في حرب 2006 نعم هم فعلوا ذلك ليتذكر الجميع كيف أصدر الملك عبد الله والملك الأردني وكذلك الرئيس مبارك بيانا مشتركا حملوا فيه حزب الله بالحرب أنا ذاك 2006 وأنا كنت في لبنان أثناء الحرب يعني هذا ليس له علاقة بالهلال الخصيب ولا بالهلال الشيعي أعود وأقول هذه مقولات وشعارات تستخدمها السعودية لتنفيذ مشاريعها وتبحث عن عدو من هو العدو يعني هل العدو لماذا هم لا يقاتلون داعش لماذا لا يقاتلون القاعدة لماذا لا يقاتلون هناك تحالف دولي يقاتلون داعش بكل الأحوال اسمح لي لأنه انتهى الوقت الحديث يطول في ملفات المنطقة الدكتور حسني محلي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا على مشاركتك في هذه التغطية الخاصة حول دور تركيا في الغرات الجوية السعودية على اليمن شكرا جزيلا مشاهدين الكرام لكم التغطية انتهت وستكونوا مع نشرات لاحقة ومواجز لمعرفة آخر المستجدات في المنطقة والعالم الى اللقاء اشتركوا في القناة